السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا رب دايما تكونوا خير النهاردة عندي طرحة زي ما انتم شايفين كده الطرحة اللي هي الكبيرة اللي هي بتكون يعني اعملة زي الخمار هبدأ كده ان انا اعمل منها فستين طفلة بطريقة سهلة جدا وبسيطة اول حاجة هحتاجها ان انا هعمل بطرون الجزء الامامي اللي هو فوق ده اللي انتم كنتوا شايفينه والجزء التاني ده انا نفتحه كده للجيبة عشان الجيبة تكون على واسع ايه فهبدأ اول حاجة خلص ان انا اجيب الخامة وقطعها وبعد كده هعمل منها افصل منها الجزء اللي هو الامامي هعمل منه قطعتين امامي وقطعتين خلفي والجيبة طبعا هكون امامي وخلفي هبدأ كده ان انا اخياتهم كلهم على الخامة الوش في الوش زي ما انتم شايفين كده بعد كده هقلبهم من الجناب وهطلعهم انا فاتح من فوق علشان لما اجي دخل الجزء التاني اللي هو بتاع البطانة فيها واخياتها هيكون الفينيش النهاية بتاعي مظبوط هقلبها هيكون ده كده شكلها هكويها وبعد كده هدخل الجزئين في بعض واخياتهم ايه في بعض بعد كده هبدأ ان انا بعد ما ازبط كده زي ما انتم شايفين الفينيش نبدي في ازاي هبدأ ان انا جيبها الجزء بتاع الشيبة واخياته في الجزء ده واسيب الجناب زي ما انتم شايفين كده لغاية لما الاول اعيسه على الطفلة واشوف كده مظبوط ولا لأ او بعد كده اقفل الجنب كله زي ما انتم شايفين لغاية تحت كده خلاص خلصت كله وخيطته من الجنان بعد كده بقى حاس ان هو انا عامله بوارب كده زي السبعة هحضت بقى البيبيونة دي في النص كده هلزها بس اهم حاجة بالشامع الفكرة بتاعته حلوة جدا لو عايزين نعمل لكم الخطوات بزي تعملوا المقساد بالزبط وكل حاجة على مقساد طفل اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هعمل لكم كده يعني فيديو مفصل بطريقته بالخياطة بالتأفير بس ده طبعا عشان فيديو عادة تدوير فانا بوريكم الخطوات واحدة واحدة فكده هلزها كده واسيبها شوية وبعد كده هلزها من الجوانب اللي هي ايه في النص دي كده بحيث ان التوكة تثبت معي كويس جدا ما تفكش معي تاني ممكن تعملوها برضو على المكان لو عايزين تثبتوها اكتر بس هو كده كده الشامع عملي جدا وده كده شكله النهائي فكرته شكلة جدا وبسيطة وبصوا في النهاية من طرحة عملته فستان شكله شيك من اني فكرة تكون عجبتكم ما تبخلوش بعلايا باللايك وشير وسبسكرايب مع السلامة